تسلم سمو الشيخ محمد بن مباركة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات تقرير الأمم المتحدة العالمي بنسخته الإنجليزية والعربية والتي أطلقت مؤخرا بمساهمة مملكة البحرين وذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الإقضيبي اليوم السيد فين شينزو أكوارو رئيس برنامج الحكومة الإلكترونية في الأمم المتحدة وسيد ريتشارد كيربي كبير المستشارين الأقليميين لدى إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بحضور محمد علي القاد الرئيس التنفيذي للحكومة الإلكترونية وقد عبر سموه عن ارتياحه للثقة التي توليها منظمة الأمم المتحدة لمملكة البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية حيث أسفرت هذه شراكة الهمة عن إسهام المملكة المباشر في إطلاق النسخة العربية من التقرير العالمي لجهزية الدول للحكومة الإلكترونية لعام 2014 وقال سموه أن هذه الشراكة عززت موقع البحرين المتقدم في مجال الحكومة الإلكترونية حيث أصبحت اليوم تحتل المركز الثامن عشر لأفضل دولة في العالم بالخدمات الإلكترونية كما تقدمت بخمس نقاط في مؤشر المشاركة الإلكترونية لتحتل الترتيب الرابع عشر بعد أن كان ترتيبها تسعة عشر ليضاف هذا الإنجاز إلى جملة الإنجازات والاعترافات الدولية بجهود البحرين في تسخير التكنولوجيا وتطوير الخدمات العامة وتجاربها الناجحة وأشار سموه إلى أن هذه المبادرة تأتي عقب مبادرات عديدة للحكومة الإلكترونية مع منظمة الأمم المتحدة ومنها استضافة مملكة البحرين لمنتدى وحفل توزيع جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة عام 2013 والذي جاء نتيجة لجهود المملكة وقدرتها على جذب نخبة من صناع القرار والمتخصصين على المستوى الإقليمي والعالمي إضافة إلى الملتقى الدولي لمناقشة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2012 والذي حظي بمشاركة دولية وإقليمية وبمشاركة خبراء في تقرير الأمم المتحدة لجهزية الحكومة الإلكترونية وخبراء من الاتحاد الدولي للاتصالات والمؤشرات الدولية لتقييم تقنية المعلومات والاتصالات من جانبه هنأ سيد أكوارو سموه على المكانة الرفيعة التي تحظى بها البحرين بين دول العالم في مجال الحكومة الإلكترونية كما شكر حكومة البحرين وسمو نائب رئيس مجلس الوزراء على جهوده التي يبذلها من خلال رئاسة سموه للجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات مضيفا أنه يتوقع نموا لمملكة البحرين في التقرير القادم